تختلف الرؤى تختلف توجهاتنا لكن لكل منا طريقة في التعبير خصوصا في جزائرنا التي تضمن حرية التعبير ورأي المواطن محفوظ بين عائلته لكن أن يتدخل أجنبي في شأننا العائلي لا نرضاه هاشتاغ لا للتدخل الأجنبي في الجزائر يكتسح منصات مواقع تواصل الاجتماعي دقائق بعد جلسة للبرلمان الأوروبي نظم فيها المتدخلون محاكمة للجزائر حول ملف حقوق الإنسان محاكمة بشهود زور أراد من خلالها بعض نواب البرلمان الأوروبي إقحام أنفسهم في الشأن الداخلي للجزائر ليواجهها الجزائريون بتدونات ردت لهم الصاع صاعين استياء كبير عبر عنه الجزائريون يكشف مدى وعيهم بما تتعرض له الجزائر من محاولة لضرب وحدة صفها بنسج قصة من مخيلة بعض نواب أوروبيين لغرض التشويش على مسار الخروج من الأزمة الذي بدأ يلوح في الأفق اختلفت التعليقات والكتبات على جدران مواقع التواصل الاجتماعي فلم تغب عنها القضية الفلسطينية ورأى البعض أن الأجدر بالبرلمانيين الأوروبيين الوقوف مع الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني من قصف الصهاينة الكل يحتمي بسيادة الجزائر وجيشها في مناشيرا ملحمية تجسد قوة الجيش ومرافقته للشعب للخروج إلى بر الأمان والكلمة الأوفر لا للتدخل الأجنبي منشورات وتدوينات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وقف فيها الجزائريون سدا منيعا ضد أي محاولة لشق الصفوف فالجزائريون حتى وإن اختلفوا بينهم إلا أنهم لن يسمحوا بأي كان أن يملي عليهم دولة سيدة وشعب حر